كالعادة بنا تناقش في كل حاجة بتخص النادي الأهلي وفريق الأهلي قبل مبدأ الكلام أنا قلت لحضراتكم خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا ان ابتداء من يوم الاربع اللي هو النهاردة هتجد بعض الخطوات اللي بتتخذها ادارة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة علشان اعادة ترتيب البيت من الداخل الحمد لله نهاردة أولى هذه القرارات أولى هذه القرارات توجيه الشكر لمستر ريكاردو سواريش وجهازه الفني النهاردة مجلس ادارة النادي الأهلي وجه الشكر المدرب البرتغالي والجهاز الأجنبي المعاون له عقب نهاية مباراة الدور الممتاز الدوري الممتاز طيب وده الخبر مع حضراتكم هؤمن على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي قلت لحضرتك انه ابتداء من يوم الأربع ستجد خطوات بيتم اتخاذها من ادارة الكرة بعد العرض على مجلس ادارة النادي الأهلي لاتخاذ القرارات المناسبة مظبوط الحمد لله زي ما بنقول لحضراتكم بيحصل النهاردة أولى هذه الخطوات بإقالة أو الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي ما بين النادي الأهلي وما بين ريكاردو سوارش على حسب البيان اللي صادر أمام حضراتكم من النادي الأهلي وعلى صفحته الرسمية طيب هل هناك خطوات أخرى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة؟ نعم احنا متعودين أنا وحضراتكم ان احنا دايما لما بنتكلم بنتكلم باللي بيحصل اه في صفقات سيتم الاعلان عليها تباعا خلال الأيام القادمة سواء من جوة مصر أو من بر مصر امتى حيتم الاعلان؟ عندما يتم الانتهاء تماما من كل هذه الصفقات او من الصفقات اللي النادي الأهلي حيجبها طيب المدير الفني الأجنبي عام اسلام هتعمله في ايه؟ حضراتكم مستعجلين ليه؟ على فكرة ممكن بكرة الصبح وممكن كمان اسبوع وممكن كمان عشر تيام ايه يعني ايه وجه الاستعجال؟ هل حضرتك عندك شك في اللي بيدور دلوقتي واللي بيجيب مدير فني دلوقتي عايز مصلحة النادي الأهلي وعايز مصلحة جمهوره؟ ما حدش عنده شك في هذا الكلام وبالتالي خلينا نقف في ظهر إدارتنا خلينا نقف في ظهر المجلس أو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة والكابتن حسام غالي ولجنة التخطيط كابتن محمود، كابتن حسام غالي، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام غالي، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف خلينا نقف في ظهرهم، جماعة أنا شخصيا والله ما بحاول أعرف والله ما بحاول أعرف، عارفين ليه؟ علشان الفترة القادمة لا تحتاج إلا إلى الهدوء المسندة والدعم دايما موجودين من جمهور النادي الأهلي، دايما الحقيقة يعني لكن الفترة اللي جاية خلينا ننتظر هدوء، أنا ممكن بكرة الصبح، بكرة الصبح النهاردة آخر حلقة في هذا الأسبوع، حطلع مع حضراتكم يوم الحد لسه فالنهاردة اللي أنا عرفه أن تم الاتفاق مع ريكاردو سورش على فسخ التعاقل طيب، متى سيكون هناك مدير فني أجنبي قادم؟ إن شاء الله خلال الأيام القادمة في فترة إهدادة جماعة، وفي فريق بيتم تكوينه، وفي بيت بيعاد ترتيبه من الداخل ثم عندنا مباراة دوري أبطال إفريقيا، عندنا بعد كده بداية الدوري العام ثم عندنا كاس مصر، ثم عندنا السوبر المصري في الإمارات يوم 28 أكتوبر ثم عندنا بداية الدوري أو تعود للدوري مرة تانية، والكلام يمشي بهذا الاتجاه فإحنا عندنا إسبوع ممكن يكون هناك في نفس الناس تقدر تفكر بشكل كبير جداً لأنه أنت بتجيب اسم كبير قادم إن شاء الله أنا معرفش والله أنا بأتكلم بناء على توقعي الشخصي وثقة الكبيرة جداً في مجموعة العمل اللي شغالة على هذا الأمر دلوقتي واللي أنا مش هقدر أتكلم عنها، هي كابتن محمود الخطيب ومعاه بقية المجموعة، لكن الكابتن محمود وبقية المجموعة أنا متأكد إن هم بيختاروا أفضل شيء من وجهة نظرهم لصالح النادي الأهلي خلال الفترة القادمة فجماعة من فضلكم مش عايزين تسرع؟ عايزين مش عايزين نضغط على كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط خلال الكام يوم اللي جايين دول والله ممكن بكرة الصبح يتم الإعلان عن مدير فني ممكن بعد بكرة، ممكن الأسبوع الجاي، ممكن الأسبوع اللي بعده بالكتير لكن مش عايزين نضغط على الناس، خلي الناس تاخد راحتها في التفكير خلي الناس تعرف إيه أهم الإيجابيات في المدير الفني اللي عايزين يجيبه هو لو قدامهم 3 أو 4 أسماء، تخيل علشان يقارن ما بين 3 أو 4 أسماء دي وعلشان يضع الشروط اللي هو عايزها التي يجب أن يتم توفرها في المدير الفني وبيتم تطبيقها وميتينج زوم كتير خلال الفترة اللي جاي أو خلال الفترة اللي فاتت علشان يقدروا يتواصلوا مع المدير الفني علشان نجيب مدير فني يليق باسم النادي الأهلي فكل ما أتمناه نحن ما نبقاش بنضغط على قدرتنا كل ما أتمناه ما نبقاش عامل ضغط على الفريق أو على مجموعة العمل اللي شغالة وما تقلقوش والله ما تقلقوه هتسمعوا أخبار جيدة جدا 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 سوارش مدرب جيد بالمناسبة وعنده طموح ولكن معرفش أنا وجهة نظري برضو أن شخصيته لم تتماشى مع الدوري يعني حضراتكم عارفين أن إحنا هنا الدوري بتاعنا له طبيعة خاصة وسمة مميزة وأكيد مختلف عن كل الدوريات الأخرى كل دوري وله سماته الخاصة يعني الدليل إرجاءوا تفرجوا على آخر ثلاث مباريات في الدوري ولكن شئنا أم أبينه أعتقد أن أغلب جماهير النادي الأهلي لم تكن راضية عن المستوى الفني لريكاردو سوارش ناس كتير شافت حتى يعني أن هناك بصمات غير واضحة رغم أنه خضر عديد من المباريات عشان كده أقول لحضراتكم أن المحل المقبلة بالنسبة لفريق الأهلي والنادي لن تقبل أي خسائر أو هزائم جديدة اللي فات صفحة وتقفلت والجميع استفاد منها بالمناسبة وتعلم منها وعشان أثبت لحضراتكم أكتر أن مجلس إدارة النادي الأهلي عايز يعلى بسقفة موحات جماهير الأهلي وعايز استقدم مدرب قوي من أصحاب الأسماء الرنانة والسيرة الذاتية القوية لما نجي نشوف أرقام سوارش مع الأهلي في تلك الفترة في الفترة السبعتاشر مطش والتمنتاشر مطش اللي لعيبهم بالمناسبة الأرقام لا تجذب ولكن الأرقام لم تكن سيئة ممكن تكون جيدة هذه الأرقام اللي عملها سوارش اللي هتطلع لحضراتكم فاز في تسعة عدل في خمسة خسر في تلاتة سجل اتنين وعشرين هدف استقبلت شباك وخمس أهداف شباك نظيف 14 مطش الأرقام دي ممكن تكون عندها أندية أخرى هيلة ورائعة وجميلة لكن في ظل الظروف اللي اشتغل فيها الأرقام دي هيلة جدا تبقى لبعض الأندية الأخرى ولكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة شايفين أن الأهلي عايزين أرقام أفضل من كده عايزين تحقيق للدوري العام الموسم القادم أو المساعدة في تكوين جو يخليك تقدر تاخد الدوري السنة الجاية والبطولة الأفريقية السنة الجاية والكاس السنة الجاية وكل هذه الأمور عشان كده عايزين نبقى دايما ملتفين وقدنا في قدم بعض دايما خلال الفترة اللي جاية لأنه لازم نكون وثقين في مجلس إدارتنا وأن الاختيار القادم حيكون إن شاء الله إن شاء الله اسمه مميز وخبرة وإن شاء الله يكون قادر على إعادة الفريق إلى مكانته الصحيحة حاجة تانية صفقات حتكون إن شاء الله صفقات جيدة وتليق باسم النيدي الأهلي ومش حيتم التعاقد إلا مع اللاعبين المقاتلين اللي عارفين قيمة ومكانة النادي الأهلي لعبة مستعدة أن هي تفقد روحها يعني تحط رقابتها تحت الأرض ما فيش مشكلة عشان فريق النادي الأهلي وعشان اسم النادي الأهلي عشان نقدر نكسب أكتر عدد من البطولات مهما كلف الأمر إن شاء الله الخطة دي أو الطبخة دي زي ما بنقول براهن على إنها إن شاء الله ستؤتي ثمارها الموسم الجديد لا هيكون بإذن الله أو يا رب كلنا نتمنى مختلف شكلا وموضوعا عن الموسم الماضي لازم حضراتكم تبقى عارفين إن مجلس إدارة النادي الأهلي وبرئاسة الكابتن محمود إنه مسؤول عن بما إنه طبعا مسؤول عن ملف الكرة قبل أي شيء فهو مشجع أهلاوي درجة ثالثة أي واحد من مجلس الإدارة بالمناسبة يعني بيحس وبيشعر بنبض وصوت الجماهير وعارف إن الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده من قلبكه طلع من قلبكه زي ما دايما بنقول إن الجمهور الحاجة الوحيدة اللي ما فيش حاجة عايز إيه؟ هو اللي بدفع من جيبه علشان يروح يشدع فريقه فما تقلقوش مجلس الإدارة بالكامل عارف كل طلباتكم عشان كده من اللي أنا عارفه وشايفه بقول لحضراتكم إن شاء الله أحلامكم أوامر واتطمنوا